حدث صحيحه إلى مباراة الاتحاد والرائت كابتن عبدالله تفضل نشوف الحالة الأولى وهي حالة سقوط للاعب الاتحاد داخل منطقة الجزاء حالة تنافسية لا يوجد فيها أي خطأ اللاعب تأثر من خارج منطقة الجزاء وأستمر ذلك التأثر داخل منطقة الجزاء اصطدام اللاعبين نتيجة الاندفاع البدني اللي بينهم والاستمرار كان قرارا صحيحا نذهب إلى حالة أخرى وهي حالة أيضا سقوط للاعب الاتحاد داخل منطقة الجزاء الحكم في موقف جدا مثالي لاعب الرايد قطع الكرة بشكل صحيح ولم يرتكب أي مخالفة ولكن دائما نتيجة اندفاع اللاعبين يحدث مثل هذا السقوط ونشوف هنا اللاعب المدافع قطع الكرة بشكل صحيح واستمر اللعب ولا يوجد أي خطأ مرتكب في هذه الحالة نذهب إلى حالة أخرى وهي حالة طبعا عدم احتساب ركلة جزاء لنادي الاتحاد بداعي هنا العرقلة والمسك الشق الأول حالة تنافسية لكن نشوف لاعب الرايد عندما أيقن أنه لاعب الاتحاد بيستمر قام بالامساك بقدمة بهذا الشكل هذه الحالة تستوجب احتساب ركلة جزاء الحكام استدعوا حكم المباراة لكن الحكم ذهب إلى الفعل التنافسي وأنا من وجهة نظري يا أنك تحتسب يا تسمح باستمرار اللعب الكلا اللاعبين إذا ترى تنافس كابتن التلامس الذي أسمع أنك دائما عدل الحالة التلامس هذا يصير في كل المباراة نعم صارت من عوض خميس في الحالة الأولى سؤال هذي الهدف ضربة جزاء أم لا نعم ركلة جزاء المفروض تحتسب هنا للمسك اللي تحت وليس للتنافس اللي فوق ولا فيها فاول الأولى لا حادي لأنه لو ترجع للقطة الأولى أبو الوليد ارجع للقطة تعوض خميس مع المحترف الاتحادي الحالة الأولى أحمد الحالة الأولى الأولى في اللقطات كلها في حالات الاتحاد الحالة الأولى أي لا الحالة الأولى من مباراة الاتحادي ونشوف هنا أبو وليد لو بنحتسب هنا نحتسب خطأ على أيضا على عوض خميس نشوف هنا الحالة في بدايتها حالة تنافسية بنجيبها عشان هنا هل نحتسب خطأ؟ ورين الحالة حق ضربة الجزاء على كلام الكابتن هنا الحالة الأولى البداية حالة تنافسية لكن هنا اللاعب وين؟ يوم أيقن أن اللاعب يمشي رمى نفسه على قدم اللاعب وقام بحالة أرقلة هنا شوفه بو الوليد وين بيمسك هنا؟ طبعا بذكاء من اللاعب ألقى بجسمه على جسم لاعب الاتحاد ركلة الجزاء لم تحتسب لنادي الاتحاد طلب منه مراجعتها ولكن لم يوفق الحكم في الحالة نذهب إلى حالة احتساب حالة تسلل وإلغاء هدف لنادي الاتحاد وهو قرار صحيح كون الكرة ذهبت إلى لاعب موجود في موقف تسلل حتى لو اصطدمت بلاعب من لاعبي الرائد هنا اصطدام عفوي وليس حالة لعب أبو الوليد واللاعب في موقف تسلل والتسلل كان قراراً